مهدف ويسام البركة بدعوى إعلانه عن ضربة خطأ قبل تسجيل الهدف ومع ذلك فقد حاولوا الضيوف التحكم بزمام الأمور متسلحين برغبة ملحة في إحراز هدف التقدم حملات هجومية مسترسلة ومحاولات من كل الجهات أخطرها كانت تزديد مركزة لويسام البركة الذي خلق عديد المشاكل لدفاع حسنية أكدير وعبد الحميد بخريس يتدخل لإنقاذ مرماه بالمقابل اكتف أصحاب الأرض بمرتدات خاطفة افتقدت لفعالية المطلوبة ومع توالي الدقائق انخفض إيقاع المباراة لينتهي الشوط الأول أبيضا بداية الشوط الثاني عرفت استيقاظ فريق حسنية أكدير رغم طرد ربانه مصطفى مديح عناصر الفريق السوسي استغلت النقص العدد للزوار بعد طرد الحكم عمر سربوت لأخذ المبادرة وبسط سيطرتها على وسط الميدان أمام الانتشار المحكم للعاصر الخريبقية ما اضطر أصحاب الأرض لتنويع حلولهم الهجومية أخطر الفرص كانت عن طريق سباد القروي جيد من طريق السعدي وأحمد الفتيحي قبل أن يتدخل الحارس هشام علوش فريق لم تقرب جوا أمام سيطرة عناصر السوسية ادطر إلى الرجوع إلى الخلف لتأمين خطوطه الدفاعية والاكتفاء ببعض المحاولات التي لم تثمر الجديد فريق حسنية أكدير تشبت بالأمل إلى آخر لحظة وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف لو لا تسرع بعض اللاعبين لتنتهي المباراة بالتعدل دون أهداف